مرحبا بكم على أنوار بوست شمر ملك المغرب محمد السادس عن ذراعه الأيمن لتلقي أول جرعة له من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويشاهد في الصورة الملك محمد السادس جالسا وهو يكشف عن ذراعه وبجانبه الطبيب الذي تكلف بمده بالجرعة من اللقاح وحرس العاهل المغربي على الظهور واضعا الكمام على وجهه تأكيدا منه على ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة رغم تلقي اللقاح ضد كوفيد 19 وطبقا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية وعلى أشطر وسيستفد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما